موهبة من الارتقيل واحد من النجوم الجليده بإنجاز التعبير منتخب بلشيك يان كولر باول نادفت ميلان باروش وطبعا ضفنا النهاردة ياري يارو تشيك نجم تشيلسي ونجم سيلتك السكوتلندي ونجم كمان واحد اعتقد لعب في الريال ساراقوستا و دي بورتيبو على فشف الدولي الاسباني مشوار طويل مع كورتر قدم هيكون ضفنا فيه السادسة من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة أهلا وسهلا بكم مساء الخير شكرا على دعوتكم الكريمة يعني بداية خليني يبتدي معاك بالدوري الانجليزي بما أنك انت كنت واحد من نجومه ولعبت مع تشيلسي الانجليزي رأيك في انطلاقة البريمير ليج وهل بتشوف أنه معظم نتائج البدايات كانت مفاجأة بالنسبة لك ولا لا حيث كما أوضح الأسبوع الأول في البريمير ليج أن للبريمير ليج مشجعون كثيرون وكانت نتائج المباريات ممتازة للبعض ومحبطة للبعض الآخر ولكن أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من المفاجأات طيب المواسم الأخيرة كانت المنافسة الأكبر بتنحصر بين منشست سيتي وليفر بول السنة دي كثير من الفرق عملت ميركاته قوي في قوة تقليدية زي المان يونيتد في فريق زي تشيلسي في فريق زي توتنهام في فريق زي الأرسنال هل تتوقع أن المنافسة السنة دي هتختلف وفي فرق تانية ممكن تحقق لقب ولا هتفضل المنافسة بشكل أساسي بين السيتي وبين ليفر بول أتوقع أن المنافسة ستكون شارسة ستكون شارسة وتطلع كثيراً المباراة التي ستكون بين كبار للوصول إلى النهاية والفوز باللقب لو كلمنا عن تشيلسي تحديداً يعني بداية خلينا كلم عن المركات ورأيك في الصفقات الجديدة طبعاً رحلت مجموعة من أهم اللاعبين في تشيلسي في السنوات الأخيرة ولا نجحت ما أفتح أي لقب دوري الأبطال نتكلم على راديجر في خط الدفاع الباك الشمال ماركوس ألونسو نتكلم على طبعاً لوكاكول هدف البلجيكي وعدد من اللاعبين انتدى أو نجح الشلسي في أن هو يتعاقد مع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي نجب طبعاً نابولي رحيم ستيرلينغ من قادماً من منشستا سيتي وكو كوريا شايف إزاي رحيل الأعمدة الأساسية وشهوال شايف أنه الصفقات الجديدة ممكن تعاوضها ولا لا طبعاً أتطلع كثيراً لتلك الصفقات الجديدة وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم مثل كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلينغ وكو كوريلا هم جميعاً ممتازون وأتمنى لهم كل التوفيق في سيرتهم مع تشيلسي تسمحني من وقع تجربتك حتى أنت شخصياً مع تشيلسي كتير من الأسماء يعني لكل أجمع أو اتفق على أنها بتتمتع بإمكانيات على أعلى مستوى والنهاردة هم يمكن يكونوا النجوم الأبرز على مستوى الدولة الإنجليزي نتكلم على نجم زي محمد صلاح هداف الدولة الإنجليزي لأربع مواسم متتالية نتكلم على نجم زي كيفين دي بروينا نجم ماشيس سيتي واحد من أهم وأفضل لعبين في الدولة الإنجليزي نتكلم على لوكا كو وأنت حتى شخصياً يارد شاك في فترة من الفترات كنت موجود مع تشيلسي لكن التجربة ما نجحتش أو ما اكتملتش في وجهة نظرك ليه المواهب أو اللعيبة اللي عارض تقيل بتواجه مشاكل في الاستمرارية مع فريق زي تشيلسي أعتقد أن طريقة اللعب في الندي الإنجليزي لا تعجب الجميع لا تعجب جميع اللعبين فهناك بعض اللعبين من يرفضون طريقة التدريب أو اللعب في الملعب ولذلك لا تعجبهم تلك الطريقة ويرون أنهم لن يكونوا مهرين أو أنهم لن يحرزوا الكثير من أهداف ولذلك يقرروا الرحيل رحيم سترلينج تعويضاً لرحيل تيمو فيرنر ورحيل لوكا كو هل رحيم سترلينج قادر على قيادة هجوم البلوز من وجهة نظرك؟ من فضلك أعد علي السؤال مرة أخرى السؤال على قط هجوم الشلسي الذي افتقد اثنين من أهم نجومه وعمدته الأساسية في المواسم الأخيرة لوكا كو روميلو لوكا كو وأيضاً تيمو فيرنر الذي يوجد كلام على أنه يرجع ليبزيج أو أنه اليوفانتوس مهتم بالتعاقد معه هل ترى أنه صفقة رحيم سترلينج لوحدها كافية لتعويض الاسمين دول؟ تيمو فيرنر مهاجم محترف وأعتقد أنه لم تناسبه طريقة اللعب في تشيلسي فهو يميل إلى اللعب الجماعي وليس الفردي مجهوم هل تعتقد أن رحيم سترلينج واحد من طبعاً من أبرز المهاجمين في الدولة الإنجليزية مع الستي في السنوات الأخيرة قادر على تعويض غياب لوكا كو وتيمو فيرنر في الوقت نفسه ولا على تشيلسي أنه يدعم خط هجومه بصفقات مميزة أخرى كما ذكرت أن رحيم سترلينج قادر قادر على هذا الدور المنط به وأنه ليس على النادي عقد المزيد من الصفقات في منافسة بين منشستر سيتي وبين تشيلسي حالياً على نجم البارسا والنجم الهولندي فرانكي ديونج حظوظ تشيلسي واحتياج تشيلسي لنجم بحجمه وبقدرات فرانكي ديونج من وجهة نظرك كلام على اسم فرانكي ديونج الحقيقة اللي يمكن بقى فيه صراع بين إدارة تشيلسي وإدارة منشستر يونايتد على انتدابه في الموسم الجديد قادماً من برشلونة شايف إزاي فرص تشيلسي في حسم الصفقة ومن وجهة نظرك إيه الإضافة اللي ممكن يمثلها نجم بحجم وقدرات طبعاً فرانكي ديونج أتمنى أن تنجح هذه الصفقة وأن يدخل ديونج صفوف تشيلسي حيث أنه لاعب ممتاز وموهوب ولديه مستقبل باهر واستطيع تقديم المزيد في جيلك أنت تحديداً كان فيه عدد كبير جداً من نجوم الكرة الشيكية هم النجوم الأبرز والأقوى فيه عدد كبير جداً من الأندية الأوروبية أقوى الأندية الأوروبية ليه غابت الكرة الشيكية وليه غابت نجوم الكرة الشيكية عن الأندية الأوروبية الكبيرة من وجهة نظرك في الوقت الحالي أعتقد أننا لا نمتلك حاليا فرقا ولاعبين بمهارة الأجيال السابقة وعلى الأجيال الحالية أن تأخذ الأجيال السابقة مثل يان كولر وبوفل نيدفيد وبتر تشيخ أمثلة لهم بما أنك كنت واحد من المهاجمين المميزين خلينا أسألك على مجموعة من الأسماء اللي بيضمها الدولة الإنجليزية واللي متوقع أن النسخة دي من البريمير ليج يكون فيه منافسة كبيرة جدا بينهم على لقب الهداف اتنين من أبرز المهاجمين انضموا بالفعل اللي عنديها في الدولة الإنجليزية كلام على إيرلنج هالند مهاجم السيتي كلام على نونيز مهاجم ليفر بول مع وجود أسماء مليار التقيل زي هاريكان محمد صلاح كريستانو رونالدو خيسوس ورحيم السيرلينج شايف صراع الهداف ومين الأقرب لتحقيق لقب الحزاء الزهبي أو الفوز بجهزة الحزاء الزهبي الموسم الحالي أعتقد أن المنافسة شرسة ولكن هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه وأن المنافسة ستكون طوال الوقت على الحزاء الزهبي كبيرة وستكون هناك المزيد من المفاجآت التي ستساعدنا ياري يارو تشيك طبعا نجم تشالسي وسالتك ونجم المنتخب تشيكي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق لك ولكرة تشيكية فاصل